وعلى الجهاز الفني الراجل بيلاعب اللعيبة الصحة كل ماتش بينزل بتشكيل الناس يقول لك ايه ربنا اوستر ربنا اوستر ايه يا جماعة مش فيه لعيبة لازم تريح فيه لعبة لعبة السيزن كله وضغط عليها افريقيا ودوري عام وكاس مصر وكاس السوبر وعنده السوبر للافريقي طب انتو عارزين ايه اياه المناخ الكويس للجهاز الفني جهاز الفني باسم الله ما شاء الله وانا بالمناسبة عاوز احيي الجهاز الفني كله بالكامل لان شغال بسيستم مع المدير الفني فيه زي نغم كده ماشي مصبوط وخاصة مدرب الاحمال انا بواجه له كل التحية لان عامل شغل مع الفرقة احنا ما حسناش النابل الان المجهدية اتشفت مع متسماني متسماني اه عمل انجاز بس كانوا اخذ فرقة جهزة بعد ما اوصل الفرقة الفرمة واسبهم في وقت عشان الكورونا والكلام ده كله سباني عمل فرقة كويسة بس كان نسبة الاصابات عالية جدا 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 ما كانش في فرقة بتلعب وكان معتمد على 15 لعيب فا كولر بسم الله ما شاء الله دماغه كويسة وراجل هادي وراجل بيفكر كويس وراجل ما بيغلطش في حد حتى لما بيطلع في المؤتمر الصحفي بيتكلم بيحيي كل الاندية اللي بيلعب قدامها وبيتكلم بعقلانية جدا جدا وبيتكلم في الواقع واللعيبة تعالوا بصوا شوفوا منظر اللعيبة لما بعد الماتش او اللعيب بيجيب جول كله بيجي رجل بيحضنه الاساسي زي الاحتياطي وده اللي احنا كنا بالنادي بيه من زمان ليه لان اللعيبة في الياقة بدنية مرتفعة والمدرب الأحمال محافظ على الجزئية دي عشان كده كولر بيعمل الروتيشن والتغيير مع اللعيبة اللي بينزل انا ببقى منطمن قاعد بقولي اللي بينزل هيبقى أحسن من اللي جول وفعلا ده اللي بيحصل اي لعيب بينزل من بره بيكسبك المباراة الفرقة هي بسم الله ما شاء الله بتكسب يا ثلاثة يا اربعة يا ثلاثة يا اربعة فاضل ماتشين ويخلص الدور العام وفاضل ماتش في الكاس ونفكر بقى في الموسم الجاي الموسم الجاي انا بطلب من المسئولين من المسئولين من فضلكوا بطولة الدور العام المصري نجاحها نمرة واحد الجمهور اللي يغلط يجزر ما يخشش الملعب تاني وانتوا بتاخدوا البطاقات بتاعة الجمهور وعملوا لهم اي دي يعني كل النظام مش كواس قوي والكاميرات موجودة في الملعب اللي يغلط ما يخشش الملعب تاني انما ما جيش عاقب نادي بجمهوره عشان واحد او عشرة غلطه العشرة دول ما يجوش واللي يغلط ويغلط في كل اسم من اسامي مصر ده يتسجن هو ده يا جماعة ده المفروض وعلى مستوى العالم بيحصل كده فاحنا بنقول للمسئولين من فضلكوا من فضلكوا بسبقة الدور العام انا بنشوف الاستاد والملاعب فاضية ده حاجة تحزن شوف الملاعب اللي حوالينا في الدول العربية حاجة بقت يعني بيفكرون بالزمن بتاعنا بتاع الزمان احنا بش اقل من اي حد احنا الحمد لله كان فيه ازمات الفترة اللي فاتت من الكورونا ومن حرب روسيا ويوي ويكلام ده كله الحمد اللي احنا بنعدي منها بنعدي منها فاحنا عايزين نكمل الصورة الجميلة فاحنا الصورة عشان تكمل الجمهور يرجع تاني الملاعب وزا ما بقول لحضراتكم اللي يغلط يتعاقب واعقاب شديد عشان يبقى عبرة اللي قابله واحنا فيه ناس بتلتزم فما نعاقبش عندية عشان شوية ناس جاية مندستة في قلب الجمائير وعاوزة تطلعنا خارج الروح الرياضية وبيغلطوا في حاجات كتير قوي ما ينفعش الواحد يتكلم فيها فمن فضلكوا رجعوا الجمهور مرة تانية نالسه وخلاص السيزون قرى بيخلص هو خلاص فضل ماتش أو ماتشين وهنبدأ السيزون الجديد ان شاء الله امتى الله اعلم مما اتحاد الكورة يحط الجدول فعشان كده انا بقولي اتحاد الكورة اعمل جدول صح وما تعملش فيه تأجيلات تعملش فيه تأجيلات او حط فيه اللستة بتاعة اللاعبين اللي بتتأيد كل سنة حط خمسة زيادة اللي هيلعب في افريقيا يلعب واللي هيلعب في الدورة العام يلعب ده العالم كله بيحصل كده انما ليش النادي الاهلي متأجلوا خمس ست ماتشات وسنة من يسنين النادي الاهلي خسر الدورة بسبب كده اجهاد في كل المباريات وكل البطولات وجاء على اخر خمس ماتشات وخسروا اتعادل خسر تسعة نقاط من 12 نقطة عشان كده انا بقول بقى نبدأ موسم جديد نبدأ سيزون كويس منتخبنا الناس تفكرلوا كويس قوي كله يساند منتخبنا القومي لان منتخبنا القومي في مهمة قومية انا بقول لكم مصر الحمد لله رجعت وبترجع احسن واحسن واحسن واللي جاي احسن ان شاء الله انا متفاعل اللي جاي احسن هتقولي بتقوله كده ازاي انا بقول لكم اللي جاي احسن ان شاء الله فعاوزين المنظومة تبقى متكاملة من جمهور للتحب كورة حتى العقابات على اللعيب العقاب على اللعيب اللي يغلط يتوقف يتسطب العالم كله ماشي كده احنا ليه منمشيش كده لازم بقى في حزم في كل حاجة مش في كورة القدم في كل الالعاب كلها الموجودة الالعاب الفردية او الالعاب الجماعية هو ده المفروض يا جماعة احنا بلد من اقدم الدول في افريقيا اللي هي اسلسة اتحاد الافريقي ومن اول الدول الافريقية اللي وسطت الامبل جيمز اكيد سلام اربعة وثلاثين وامبل جيمز في روما وحاجات كتيرة جدا ابو صلاح احنا فين دلوقتي احنا بنو يا رب بس نبقى مع بشعر احنا السنة دي الحمد لله ان تصنفنا تصنيف اول وده فرق كتير جدا معنا في تصفيات كاس العالم وهيفرق معنا كمان في بطولة الامة الافريقية فعشان كده لازم كل واحد يشتغل وكل واحد بقى يتقي ربنا في شغله في بلده دي اللي هي خيرها علينا كلنا ويبدأ سيزون ان شاء الله كده نشوف الفترة اللي جاية الجدول الدور العام زي ما كنا زمان بيطبع كم البعث للأوتوبيسات والترميات وفي كل حتة نفسينا نشوف الكلام ده تاني نفسينا نشوفه اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انما السيزون كده انتهى والنادل اهلي حقق فيه كل البطولات فانا بقول المجلس ادارته بخيارة الكابتل محمود الخطيب واحسام غالي ان دول لعيبة كرة مبروك على الانجاز الكبير اللي انتوا هكتوه السنة دي في كل البطولات وبقول المدير الفني كولر وجهازه الفني وكل اللعيبة اللي عنده بقول لهم مبروك اسعدته جماهير مصر واسعدته جماهير النادي الاهلي ودايما في انتصار يا اهلي هنسمع كده اغنية اتفكرنا كده بالانتصارات العظيمة وجمهور النادي الاهلي والدخلات بتاعته اللي احنا نفسينا نشوفها الفترة الجاية وبعد كده نتكلم مع دفن اشتركوا في القناة